يثير التداخل بين كوفيد تسعة عشر والفلونزا الموسمية قلق علماء الأوبئة وهناك أيضا قلق من مواجهة وباءين في وقت واحد وربما قد يؤدي هذا المزج إلى وباءين في نفس الوقت ويشكل لا قدر الله عبئا على أنظمة الرعاية الصحية لمناقشة هذا الأمر ينضم إلينا البروفيسور عبدالله بدو هو أستاذ باحث في علم المناعة بكلية الطب والصيدلة بجامعة الحسن الثاني بأدال البيضاء وكذلك الكاتب العام للشبعية المغربية لعلم المناعة وعضو المكتب التنفيذي للفيدرالي الإفريقية لجمعيات علم المناعة مساء الخير سيد الكريم أهلا وسهلا سيدي تحية للمشاهدين الكرام أستاذ الكريم هناك تحذير صدر عن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط من احتمال أن يتسبب موسم الإنفنونزا الوشيك في ضروة ثانية لفيروس كورونا فما أوجه التشابه وأيضا الاختلاف بين كلا الفيروسين بالفعل سيدي هنا نتحدث عن فيروسين اثنين فهم فيروسين مختلفين لكن عندما ينتشر فيروسان وبائيان في آن واحد وفي منطقة واحدة يعني ويستهدفان نفس الأشخاص ونفس سكان فإنهم يتدخلون فيما بعضهم البعض ويمكن للفيروس الأول أن يؤثر في انتشار الفيروس الثاني بين الأخاص والعكس صحيح وكما تعلمون فالمعطيات بأنه بالنسبة للفيروس التاجي بالنسبة للفيروس التاجي الجديد فالمعطيات جد محدودة وبالتالي هناك تخوف أن هذا التداخل ما يكون لدينا معلومات كثيرة فالحل الوحيد لدينا في هذا الوقت هو أن نتوخى الحظر فيجب الحظر والتقيد بجميع التدابير الوقائية لتجنب هذا الحالة اللي ممكن أن تكون سيئة يعني من المحتمل أن يكون فيها عواقب سيئة جدا نعم وهنا بشكل عام هما الفيروسين يستهدفان يعني الجهاز التنفسي فالسؤال وأين تكمن الآن مخاطر دخول موسم الإنفلونزا مع استمرار تفشي فيروس كورونا عبر العالم نعم فكما يعلم الجميع فالأعراض التي يسببها هذين الفيروسين فهي أعراض شبيهة جدا فالأعراض التي ينتجها فيروس سارس كوفدو الفيروس الذي يعطينا الكوفيد 19 والفيروس الإنفلونزا الموسمي فهي أعراض جد شبيهة والمشكل الكبير اللي يقدر يحصل هنا هو أنه يعني التخوف هو الخلط الذي قد يحصل عند المواطن عندما يصاب بفيروس الإنفلونزا فهو ما يعرفش واش عنده الإنفلونزا ولا عنده الفيروس كوفيد 19 فتخيل معي سيدي عبد الله كيف يمكن أن يكون هذا الخوف والهلع في وسط السكنة لما يعرفش رأسه واش عنده الفيروس التاجي اللي هو يعني المعطيات الآن وضحت لنا بأنه أخطر بكثير لسيما المعطيات على حسب المعدل الوفيات اللي هي أكبر بكثير من المعدل الوفيات بالنسبة للفيروس الإنفلونزا فالآن المعدل العالمي للوفيات هو في حدود 3.2% بالنسبة للفيروس الجديد وهو فقط في حدود 0.2% بالنسبة للمعدل الوفيات للفيروس الإنفلونزا فبالتالي يكون من الأفضل أننا يعني يمكننا نفرق بين هذا الفيروسين لا سيما بالنسبة للأطقم الطيبية أمام هذا الخلط الذي تقولون بأنه سيحصل لدى المواطن الآن كيف لنا بشكل عام تفادي التعرض لهذا الخطر المزدوج يعني الإنفلونزا والكورونا ويعني ما هي التدخلات الطبية المتاحة لكل من الفيروسين نعم بالفعل بالنسبة للفيروس تاجيفة كما تعلمون فليس بين يدينا أي دواء أو لقاح فعال لحد الآن فيعني الحل الوحيد لبين أيدينا وهو فعال هو تدابير الاحترازية اللي كنعرفها اللي كنعرفها الجميع لكن يجب علينا أن نتقيد بها يجب علينا أن أبدأ من نفسي يعني يجب على كل واحد فينا يأخذ المسؤولية بين يديه وأنه يتقيد بها يعني بشكل يعني موضوعي ووجاد هذا بالنسبة للفيروس كوفيد 19 أما بالنسبة للفيروس الإنفلونزا الموسمي فعندنا الحمد لله لقاح فأظن أنه هذا العام بالذات يكون يعني اللي يقدر يكون عنده واحد الامتياز كبير لأنه غير يخفف على الأطقام الطيبية والأطر الطيبية والمستشفيات على الأقل نفرقه بين نخففه على ذلك العبء اللي غادي تزده بك تشوفوا الأرقام يعني السوء الحض اللي عندنا يوم بعد يوم فهذه الأرقام مهويلة يعني الأرقام الأشخاص اللي تصاب الفيروس وكذلك الأرقام الوفيات فتخيل معي سيدي عبدالله إذا أضفنا على ذلك يعني الأرقام ديال الإنفلونزا الموسمي فإلى قدرنا يعني نجنبه هذه المسألة قد نظن بأنه ستكون عنده استفادة كبيرة جدا ترجمة نانسي قنقر